مساء الخير مشاهدينا أهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم مع عشرين مشاهدينا النهاردة يوم الثلاثة واحد وعشرين من يوليو عشرين عشرين وواحد وثلاثين زلقادة الف ربعمية واحد واربعين كل سنة وحضرتكم طيبين وبخير إن شاء الله بكرة أول يوم منزل حجة كل سنة وحضرتكم طيبين وعيد الأطحى المبارك يعود علينا دايما بالسعادة والصحة والخير إن شاء الله طبعا إن شاء الله الجمعة مش دي اللي بعدها يبقى أول يوم في العيد الأطحى المبارك ويوم الخميس إن شاء الله هيكون الوقفة يا رب دايما كده يتقبل مننا صيامنا وصلواتنا ودعاقتنا يا رب كلها اللي جاية خير بإذن الله وربنا يرفع عندنا الوباء والبلاء والأمراض كلها إن شاء الله يا رب على الأمة الإسلامية كلها طبعا مشاهدين كوفيد-19 هو عدو خفي للبشرية كلها لغاية دلوقتي إحنا بنحاول نقاوم هذا الفيروس وبنقوم بالإجراءات الوقائية والإحترازية وإحنا دلوقتي في المرحلة التدريجية لكن مش المرحلة العودة التامة هم ثلاث مراحل أي وباء بيتقسم إلى ثلاث مراحل هي الأول مرحلة مرحلة الإغلاق التام ثاني مرحلة العودة تدريجيا تالت مرحلة العودة العامة بقى لأنه هنرجع بالشكل العام كلنا هنرجع لأعمالنا ومشاغلنا كلها ولكن مرحلة التدريجية دي بتبين لنا هل الوباء أو فيروس كورونا هيرجع تاني وبقيمه على هذا الأساس ولكن في بعض الدول اللي هي نزلت واشتغلت وتعاملت وتعيشت مع الفيروس إجراءات الوقائية ما اتبعهاش قوي ولكن زادت عدد الإصابات لكن عدد الوفيات لغاية دلوقتي يعني محصورة ومش يعني زي الأول طبعا عدد الوفيات ما بقيت زي الأول ولكن علينا الإقامة بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي شيء مهم جدا وكمان لبس الكمامات شيء مهم جدا جدا علشان نرجع كلنا للعودة التامة إن شاء الله ونقضي على هذا الفيروس ولكن احنا دلوقتي منظمة الصحة العالمية بتقول احتمال يكون في الشتاء اللي جاي يعني الموضوع هيزيد شوية علشان الشتاء دايما بيبقى فيه الفلونزة وبيبقى فيه برد فبالتالي هذا الفيروس دلسة مش عارفين لغاية دلوقتي ممكن يكون ايه في المرحلة اللي جاية ولكن احنا دلوقتي في مرحلة تدريجية التعايش ونزلنا وبقينا نتعامل ونزلنا كلنا الشغل ولكن فيه ناس لغاية دلوقتي ما بتتبعش الإجراءات الوقائية زي مثلا لما اي حد ينزل يشتري هدوم أو حاجة بنزله يقصه في البروفات بيلبسوا اللبس في البروفة عادي ودي مشكلة كبيرة جدا لازم ناخد بناء وبنلاقي تكدس فظيع فيه المحلات ده غلط لان لازم يكون فيه تباعد اجتماعي ونلبس الكمامات برضو نخاف على نفسنا لان احنا مش عارفين لغاية دلوقتي الموضوع هيوصل لفين ومنظمة الصحة العالمية دايما بتحذر من مرحلة تدريجية دي هي الخطر الأكبر إذا ما خدناش بنا كويس واتبعنا الإجراءات الوقائية شيء مهم جدا الاستهتار بيؤدي إلى نتيجة خطئة وبيؤدي إلى كوارث كمان في الدولة احنا نزلنا علشان نقدر نتعامل ونتعايش مع هذا الفيروس وغير كده احنا لازم ننزل نشتغل احنا بقالنا فترة طويلة جدا طبعا الاقتصاد شيء مهم جدا واحنا محتاجين ننزل ونشتغل ونشوف مصالحنا بس علينا بالإجراءات الوقائية شيء مهم جدا طبعا دي حاجة الحاجة التانية دلوقتي موضوع الحلقة الفقرة الطبية هي مهمة جدا معينا النهاردة هنتكلم فيه موضوع مهم على المرأة الحامل هنتكلم عن المرأة الحامل المرأة الحامل في الفترة دي طبعا بتخاف جدا عشان فيروس كورونا بيأثر على صحية توصحة الجنين فيه ناس بتقول ان بيحذروا وبيقولوا ان الفترة دي ما ينفعش ان اي سيدة تحمل يعني فالموضوع فيه قلق وتوتر شوي طبعا فيروس كورونا بيأثر على الجسم بشكل عام يعني مش شرط سيدة حامل او مراهق او شاب كبير لان لو دلوقتي احنا برضو مش عارفين هو بتكون من ايه جنات بتاعته ايه فبالتالي هنتكلم النهاردة عن هل فيروس كورونا بيأثر على السيدة الحامل وهل بيأثر على الجنين طبعا في فترة الحمل السيدة بتبقى المناعة بتاعتها قليلة شوية ما بتقدرش تاخد اي ادوية لان طبعا خوفا عليها وعلى الجنين وهي بتبقى فترة ومرحلة صعبة عليها وكمان تبقى صعبة في المرحلة دي هنعرف اكتر واكتر هل فيروس كورونا بيأثر على السيدة الحامل مع ضفنا العزيز اللي مشرفنا النهاردة الدكتور محمد ابراهيم سالم اخصائي التوليد وامراض النساء وتأخر الحمل والانجاب والعقم مشاهدينا هنطلع لفاصل ونرجع نستقبل ضفنا ونكمل حوار